استهداف يوصف بالممنهج لمؤسسة الدولة الامنية والرسمية من قبل مجامع مسلحة ترفض حتى الان حل نفسها رغم محاولة دمجها في الجيش الوطني فقبل ايام كان الهدف السيطرة على ادارة البحث الجنائي من قبل تلك المجامع لتندلع اشتباكات مع قوات الجيش التي تحمي ادارة البحث الجنائي اشتباكات خلفت ختلا وجرحا لم يكن البحث الجنائي سوى هدف ضمن عدة اهداف قد سيطرت عليها تلك المجامع اهمها الامن السياسي وقلعة القاهرة ورغم توجيهات الرئيس سهادي بتسليمها لقيادة المحور تعز الا ان شيئا من ذلك لم يحدث قيادة محور تعز رفعت مذكرة الى رئاسة الجمهورية وقيادة التحالف تتضمن ضرورة الزام جماعة ابو العباس بتسليم مبنى الامن السياسي وقلعة القاهرة والمنفذ الجنوبي الغربي للمدينة الواقعي في منطقة الضباب وضرورة تسليم المختطفين الذين بحوزتها للجهات الرسمية بالاضافة الى تسليم كافة انواع الاسلحة من الفصائل الخارجة عن قيادة المحور بحسب اللجنة الامنية لتعز وقيادة المحور فانما جامعة مسلحة تسعى لسيطرة على مناطق واحيا جديدة واستحدثت نقاطا ومتارسا في عدة شوارع خاصة على مداخل شارع التحرير العلى وشارع العواضي المجامع المسلحة اعترفت بصراعها مع قيادات الجيش في بيانا لها واتهمت القوى الامنية والعسكرية بانها منحازة لفصيل سياسي اخر وسطة محلية استطاعت احتوال اشتباكات المستمرة بين الكتائب وقوات الجيش فيما يشبه الهدنة التي يخشى المواطنون من تكرارها اذا لم تعالج اسبابها الحقيقية بموجب الوساطة المحلية انتشرت قواتنا من الشرطة العسكرية والجيش الوطني في الشوارع التي استحدثت فيها الكتائب متارسا لها وسعت للسيطرة عليها وازلت الشرطة تلك الاستحداثات ليعود الهدو والحذر للشوارع وتحظى قوات الجيش الوطني والشرطة العسكرية كغيرها من القوى الرسمية بترحيب واسع من المواطنين الذين يعولون عليها في حفظ الامن والسكينة وردع الخارجين عن القانون فلماذا ترفض المجامع المسلحة لانصياع لمؤسسة الدولة والاستجابة لحاجة السكان للجيش والشرطة ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الاشعار